وفي فقرة صوت المواطن تفاجأ نحو 1047 سعودياً ما بين مهندس وفني وعامل وموظف يعملون في أحدى الشركات العاملة بمدينة جازان للصناعة تفاجأوا بقرار الاستغناء عنهم دون سابق انذار وصف الموظفون هذا بالفصل التعسفي تفاصيل أكثر في هذا التقليد تفاجأ أكثر من ألف موظف من الشباب السعودي بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بقرارات الاستغناء عن خدماتهم بحجة انتهاء عقود الشركات التي يعملون بها جلسنا معهم حولها وضع ثلاث سنة أو كذا تقريباً ما رعنا بهم لقد طلعون وقالوا خلاص المشروع انتهى والشركة خلاص انتهت تعاقد حجها بيرجعوها والآن كل واحد قد يمتورر اللي عنده أقصاد واللي عنده سيارات واللي عنده بزورة والحالي علمه الله عز وجل يتحدث هؤلاء الشباب عن وعود وهمية قدمت لهم وعن اسم شركة كبرى أبهرهم حتى تركوا الدراسة الجامعية ووظائف أخرى وانطلقوا يحدوهم الأمل نحو مستقبل المشرك بإذن الله عشمونا بأنه راح تكون الوظيفة مبدئياً بالثانوي علماً اللي عنده دبلوم كلية تقنية اللي عنده جامعي جامعة عنده باكالريوس إدارة أعمال أو كيميا قالوا راح ناخذكم أول سنة بس بعد السنة كل من راح إن شاء الله بتكون في علاوة على حسب الشهادة حقه تأمننا خير وقلنا على بركة طيب بعد الفترة اللي حقت الكونستركشن اللي هي الإنشائية المشكلة إنه كانت فيه وعود منهم يعني كان فيه وعود منهم إنه تكون فيه وظائف للشركات المشغلة اللي بتيجي لأن الشركات اللي هنا أحنا علماً أنشاء البنية التحتية لم يشفع التدريب والتأهيل الذي حصل عليه هؤلاء الشباب لهم ولا سنوات الخبرة الطويلة التي قضوها في بناء البنية التحتية لمدينة زيازان للصناعات الأساسية والتحويلية بالاستمرار في العمل اللي عنده جامعة واللي عنده هذا تخلعنا ورجعت الشركة هذه قدمنا عليها فاللي سنة واللي ما كمل سنتين في المدينة الإكسادية وطردون شكاوى الموظفين من الوضع الصعب الذي يعيشونه الآن متواصلة مع استمرار معاناتهم في ظل وعود وتطمينات لم تنجح حتى الآن في حل مشكلتهم وضمان الأمن الوظيفي لأكثر من عشرة آلاف شاب آخرين ينتظرهم مسلسل الفصل بعد انتهاء عقود شركاتهم في البداية قدمنا شكوى على مكتب العمل ورفضها بعدين اتجهنا للأمير وقدمنا شكوى ورفعوها من الإمارة لمكتب العمل وانتظرنا أسبوع حولوها للهيئة العمالية وصلنا للهيئة فاجأة قال ما استقبلكم العدد يعني كل يوم ازداد في الفصل يعني يعني الحين عددنا تقريباً هنا شركة بس احنا تقريباً 166 في شركات ثانية يعني يعني توصل تقريباً أكثر من خمسة آلاف خمسة آلاف شخص يعني هم معرضين للفصل يعني ففين التجه بالضبط يعني واقع مرير وجد هؤلاء الشباب أنفسهم فيه بعد أحلام وردية تلاشت لحظة الاستغناء عنهم من مدينة زيازان للصناعات الأساسية والتحويلية عبدالله الفيفي الإخبارية زيازان لمناقشة هذه المشكلة معنا أحد المتضررين واحد الذين تم فصلهم الأستاذ عبدالرحمن زيازان من جازان عبر الأقمار الصناعية حياك الله أستاذ عبدالرحمن مساء الخير سهلاً مساء النور أخي إبراهيم أمس عليك وعلى الإخوان المشاهدين حياك الله أستاذ عبدالرحمن نحن نريد الآن أن نأخذ المشكلة نقطة نقطة ونحاول نفهم ما حصل لكم بالضبط متى التحقتم بهذه الشركة سنة كم ومتى تم تدريبكم ممتاز التحقنا بمعهد هي بداية الموضوع و بداية المشكلة تم إعلان وظائف خاصة في المصفات جازان الواقعة في مدينة بيش تقدمنا على الوظيفة هذه أخذوا مجموعة دفعة أولى على مجموعة الدفعات بعد كذا حولونا على معهد هو تحالف مقاولي جازان تحت مظلة أرامكو مبدئياً كانت تسع شركات موجودة في التحالف يوزع الشباب على الشركات وأقسام وتخصصات مختلفة قبل كذا كان المقابلة مع مجموعة أو مسؤولين من أرامكو بدون أن نذكر اسماء شركات لأستاذ الرياضي في جازان طبعاً المشكلة عليه من غير من دون ذكر اسماء المسؤول الشخص في أرامكو قال الوظيفة هذه أو المصفات جازان ستؤمن لكم استقرار وظيفي الشركات التي ستشتغل معها مبدئياً هي تمشي بعد انتهاء العقد أنتم لا تمشوا نحن مسؤولين ومتكفلين بتدريسكم وتحويلكم إلى شركات أخرى من ثم انتهاء الشركات الإنشائية أو البنية التحتية للمصفات سألنا الشركات المشغلة ما وضعنا؟ ستأخذون في جزء منكم المتفوقون رح يأخذهم أرامكو في بعثات في تكملة في دراسات في دورات خارجية في دورات داخلية سيستفاد منكم يعني خلاف ذلك أنه نعم خلاف ذلك أنه أغلبية الشباب رح أو الكل رح يأخذ إلى دورات خاصة تشغيلية ورح تعيدون طيب وش اللي صار بأجيب؟ تشغيل المصفات بحكم أنكم أنتم لكم الأولوية في التشغيل اللي صار بعدين دراسة في المعهد مهارات تسعة أشهر ثم تحويلنا إلى المدينة الاتصادية مباشرة لتطبيق ما درسناه وعدونا بعد سنة في المصفات بأنه رح نمنح على شهادة الدبلوم أثر ذلك رح يكون فيها العلاوات والترسيم وإلى ذلك طيب نتفاجئ أنه في خلال أربع سنوات انتهت مدة الأربع سنوات وإلى الآن ما في أي ترسيم ولا أي شيء تم فصلنا أنتم خلال أربع سنوات طبعا عطيتم مبالغ رواتب وكل شيء يعني كان وضعكم كان سليم فترة الدورة في المعهد كانت مكافأة بما بلغ رمزي بعد ذلك اتجهنا إلى المصفات كان فيه برضو حوار مع العلم أنه كان بداية المعهد كان فيه اتفاق على الراتب يوم رجعنا للشركة واتجهنا للشركة بعد المعهد حاولوا أنهم يلعبون أو يخالفون القيمة المبلغ أو المبالغ والرواتب المتفق عليها وصلنا إلى حل وسطي واشتغلنا كانت شكاوية أخرى كثيرة من الشركة نلجأ إلى مكتب العمل يقولوا الحق لكم يرجعوا للشركة ما ينصفونا نلجأ إلى أرامكو ما تنصفنا على سيرك مكتب العمل طبعا لا أسف نحن توصلنا مع أستاذ حمد القنفذ وهو مدير مكتب وزارة العمل بجازان لكن لا أسف لم يرد على اتصالاتنا وكان فيه تهرب من المسؤولية كان بودنا يكون معنا أستاذ حمد ويوضح المشكلة وش اللي صاير عين تتجهون بالضبع كنت أتمنى لأنه ممتاز نحن توجهنا أول شيء إلى مكتب العمل ورفض مكتب العمل يستقبل كان خطابنا أو شكوانا بأنه أرامكو تكفلت وإنها تبنت جميع متخرجي معهد مهارات وللأسف كل يوم رح يفصل مجموعة من الشباب في المصفاح وكمان للأسف ثلاث معاهد موجودة لتحالف مقاولي جازان موجودة في جازان في الحقو في مدينة الحقو ومدينة بعريش ومدينة الدرب وللأسف كل يوم يستقبلوا متدربين جدد طيب عشان يضحكوا عليهم ويقوموا عليهم نفس اللعبة كيف تستقبل على مصبوط طيب الشركات صارت نحن تخيل أنه قالوا فترة تدريب ستة شهور إلى سنة نحن لنا أربع سنوات بتحت مسمى متدرب وضحت المشكلة أستاذ عبد الرحمن ونحن وردنا نطيل معكم أكثر ونفسر القضية أكثر لكن يمكن وقت البرنامج دهمنا أعطيك العافية لسيد الرحمن زربطان أحد المفصولين والمتضررين صراحة من هذه الشركة الأجنبية اللي لأسف فصلت يعني عدد من الشباب السعودي بعد أن دربتهم لسنوات ووعدتهم وعود وأحلام وردية هذا الشيء احنا أكيد ما نقبله ولا نتمنى وإن شاء الله بيكون فيه متابعة لقضيتكم من خلال برنامج بسيديو الإخبارية شكرا لك